اشتركوا في القناة وذلكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقد فسر اهل العلم هذه الاية بقوله طبتم اي قد طابت اقوالكم وطابت افعالكم وطابت اعمالكم وطابت سرائركم وطابت ذوائركم فادخلوا الجنة خالدين واما من كان من اهل الايمان في اهل الدنيا ومن من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبث فانه اما ان يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره من معاصيه حتى يبشي على الارض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة في القبر تزين كل خبثه او يحاسب او يحاسب في القبر او في ارض الحشر او يصفى في نار جهنم والعيان بالله حتى يدخل الجنة طيب انه لا يمكن لا يمكن ابدا ان يدخل احدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من خبثه ولكن الطيب سبحانه وتعالى لانه طيب لانه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرر على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كما فيقول بلى يا رب فيقول الله وهذا كله من طيبه انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله انه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبال فيقول يا عبد ألم تفعل كذا فيقول بلى وهو مشفق من الكبال مشفق من الكبال يعلم نفسه ما نفعل فيقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وانا اقلبها لك حسنات حسنات لي قلبها حسنات لانه طيب والله لانه طيب جل جلاله لانه طيب فيقول العبد لانه يطمع ان تقلب الكبال الان وقبل قليل كان خايف ان تفضح فيقول يا ربي يا ربي ما زالناك لي ذنوب فيبتسم الله وهنيئا لمن ابتسم الله لانه طيب فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فادخل الجنة فيذهب فيأخذ كتابه بيمينه فيذهب لانه المحشر وهو قبل قليل خايف ان يفضح او خايف ان يؤتى باسمه لا يريد الناس يعرفوه بما يعرف بما عنده من الدعو فيقول هو مقرؤوا كتابي اللهم يا طيب اللهم يا طيب اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونشيدك على حب من يحبك ونشيدك على حب كل عمل يقربنا الى عمك فاللهم يا رب يا طيب طيب اقوالنا وطيب نياتنا وطيب سرائرنا وطيب اعمالنا وطيب افعالنا وطيب اخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب اولادنا وطيب مكاسبنا وطيب ارزاقنا وحاشاك يا طيب ان تعذبنا ونحن نحبك اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونسأل الله رجلنا وعلى ان يعفوه عنا وان يربع درجاتنا وان يقفر لوالدينا ولكم من قال آمين وقام آمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله وسلم اشتركوا في القناة